شارك سعدة دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزري المشترك بين مجلس التعامل لدول الخليج العربية وجمهورية الهند الصديقة الذي عقد اليوم على هامش اجتماع الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك عبر الاتصال المرئي أكد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع أهمية التعاون والشراكة بين الدول ذات التفكير المتماثل الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مؤكدا أن جائحة كورونا أظهرت لنا جميعا إنسانية المشتركة وأهمية الحياة لكافة شعوب العالم مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الهندية للتوصل إلى لقاح فعال للقضاء على فيروس كوفيد 19 وقال سعدة وزير الخارجية أن مملكة البحرين أعطت أولوية لحماية صحة ورفاهية جميع مواطنها والمقيمين فيها بما في ذلك الجالية الهندية وأطلقت البحرين برنامجا شاملا من الإجراءات الاحترازية والوقائية بما في ذلك توفير رعاية صحية عالية الجودة ومتابعة أوضاع السكن للعمال الوافدين إضافة إلى حزمة الدعم الاقتصادي وعبر سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن جزيل شكره وعميق تقديره لمعالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند على ترحيب بلاده بتوقيع اتفاق مبادئ إبراهيم بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي آملا أن تكون هذه الخطوة الأولى والأساسية نحو سلام شامل وكامل في المنطقة يقود لتحقيق حل الدولتين وأضاف سعدة وزير الخارجية أن المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية للأوضاع في اليمن والسوريا والليبيا واللبنان والعراق وإلى مكافحة الأديولوجيات المتطرفة ومكافحة الإرهاب ونزع سلاح جميع الميليشيات وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند الصديقة وسبل تنميتها على كافة المستويات بما يعود بالخير والمنفعة على كلا الجانبين